أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صمودة الشعبة المصرية خلال العشر سنوات الماضية سيظل محلا للدراسة وإن عرادته الصلبة هي التي حاولت مصر من دولة يتهدده الاقتتال الأهلية إلى دولة متماسكة وأضف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 من يونيو أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر دفع ثمنه الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة والشرطة وأكد الرئيس السيسي أن تلك التضحيات لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي قدما على طريق التنمية والبناء وصولا لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وجدد الرئيس السيسي العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية علامة الطريق أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حرص الدولة على تعزيز الشمول المالي ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة بالمناطق الرفية كذلك خلال إلقاء محافظ البنك المركزي كلمة مصر خلال فعالية الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي برومع هذا واعتمد المجلس استراتيجية العمل مع مصر بقيمة 431 مليون دولار خلال خمس سنوات كما بحث محافظ البنك المركزي مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سندي مكين الشراكة المثمرة بين الجانبين حيث أكدت مكين اعتزازها بدور مصر في دعم عمل البرنامج خاصة في ظل الآزمات غير المسبوقة بالمنطقة يوصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجامرات بمشار ميناء في ثالث أيام التشريق فيما أدى المتعجلون منهم طوف الودع ويعتبر هذا آخر مناسك الحج ليغادر الحجاج المتعجلون مكة مكرمة هذا وتبدأ الشركات الوطنية للطيران في إطلاق جسرها الجوية لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن وحتى الثاني عشر من يوليو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عربت كل من بريطانيا وإستراليا وكاندا في بيان المشترك عن قلقها الشديد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة ومن استمرار دائرة العنف وجاء في البيان المشترك أن التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض ودعت الدول الثلاثة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات أصيب عددنا من الفلسطينيين في اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على منازل فلسطينية شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر فلسطينية إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة أوادي الحصين شرق مدينة الخليل بحماية القوات الاحتهالية الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي إضافة إلى وقوع أضرار بالمنازل أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين نشر تعزيزات أمنية كبيرة في مارسيليا جنوب البلاد وذلك عقب اندلاع أعمال عنف وشغب أوقف على أثرها حتى الآن 87 شخصا وكان عمدة مدينة مارسيليا قد طلب إرسال قوات إضافية لإنفاذ القانون لمواجهة أعمال العنف والنهب التي وقعت في ثاني أكبر مدينة في فرنسا حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة وتم نهب عدة متاجر وعلنت الحكومة الفرنسية نشر حوالي 45 ألف شرطية في أرجاء البلاد تحسبا لأقوة أعمال عنف جديدة قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو تؤيد عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة بعدما يقرب من خمس سنوات من قرار الرئيس الأمريكي أنذاك دونالد ترامب الانسحاب منها